عقدت الأمانة العامة لجماعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي المحتلة اجتماعا موسعا بين الأمانة العامة ووفد دائرة مناهضة الفصل العنصري بمنظمة التحرير الفلسطينية يهدف الاجتماع لمناقشة استاتيجية عمل دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية ومخرجة الملتقى العربي لمناهضة الاستعمار الاستيطاني ووقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين كما تم استعراض مجالات التعاون والتنسيق في إطار رؤية الجامعة العربية لوقف حرب الإبادة الجماعية وتنسيق العمل في إطار التكامل لخدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية كان التركيز على خطة التحرك التي أقرها الملتقى العربي الذي أنهى أعماله قبل يومين في مقر اتحاد المحامين العرب ووضع تصورا لخطة التحرك من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونصرته في محنته في هذه العدوان وهذه الحرب الإبادة التي يتعرض لها تدارسنا عدة نقاط المتعلقة بالأبرتايد بالأبرتايد المسلط على الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية وبصفة خاصة في غزة الغزة المعتدى عليها من طرفي الكيان الصهيوني الآثم المجرم الذي تحدى كل القيم العربية والقيم الإنسانية اشتركوا في القناة